بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين، هويتي وشعاري، صياماً مقبولاً وإفطاراً شهياً ودعوة مجابة على مدار أيام شهر رمضان المبارك إذا كنت تشكو من تأخر استجابة الدعاء، فما عليك إلا أن تقرأ هذين الذكرين المهمين الأول الصلاة على محمد وآل محمد ألف مرة، والثاني الاستغفار ألف مرة فكما يقول علماؤنا الأعلام، هذان الذكران بمثابة الجناحين تحلق بهما إلى الملكوت وتنقض حاجتك حتماً وقطعاً إن شاء الله فلا يوجد هناك ذكر كالصلاة على محمد وآل محمد وكذلك كالاستغفار في جعل جميع الأمور تتحرك الأمور المعطلة والمتأخرة والمتعرقلة تتحرك كهذين الذكرين فكما تعرفون بأن كل دعاء لا يرفع إلى السماء إلا بالصلاة على محمد وآل محمد وأنت تشكو من تأخر استجابة الدعاء إذن عليك الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد لإزاحة صخرة عدم الإجابة للأدعية الظاهر هناك صخرة كبيرة عملاقة لا سمح الله من الذنوب والمعاصي أو هناك شيء معين يعرق الألحاجة فادفع هذه الصخرة المانعة بالصلاة على محمد وآل محمد ألف مرة تقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وكذلك ادفع هذه الصخرة الكبيرة بقولك ألف مرة أستغفر الله وأسأله التوبة فإذا بالله سبحانه وتعالى يرسل السماء عليك مدرارا ويمددك بأموال وبنين ويجعل لك جنات ويجعل لك أنهارا هذه طريقة علمائنا الأعلام وكبار أولياء الله عندما يشكو إليهم أحد تأخر استجابة الدعاء يقولون له فورا عليك بهذين الجناحين الظاهر بأن دعائك مقيد ما زال مقيدا في الأرض مقيد مكبل بالسلاسل المعصية الذنوب هناك شيء يعني آخر فهو سوف يحلق حتما وقطعا ويقطع هذه السلاسل هذان الذكران الصلاة على محمد وآل محمد والاستغفار برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام اشتركوا في القناة